الهود العظيمة والأعمال الجليلة التي قام بها هذا الرجل الاستثنائي العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آسعود الملك عبد العزيز رحمه الله جاء إلى هذه الأرض القارة الممتدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لم تكن مفروشة بالورود ولم تكن مهيئة لاستقباله بل مكث فيها سنوات وسنوات وسنوات عشرات السنين وهو يتحرك من هنا وهنا وهنا وهناك من أجل أن يوطد أركان هذه الدولة من أجل أن يوحد هذا الكيان من أجل أن يقضي على ما فيه من نزاعات وخلافات وفوضى وتناحر ودماء هذه الأرض كانت مسرح للفوضى الحقيقة يضرب فيها الجوع بأطنابه الجوع الخوف موجود في كل مكان بل وعدم الأمن الحقيقة الحروب بين كل قرية وقرية تجد هناك خصومات والإزاعات وحروب ودماء بين أحيانا القريتين بينها ثلاثة كيلو واثنين كيلو فقط ناهيك عنه مجموعة ممالك ومجموعة الحقيقة بل قل مجموعة دول كل دولة عليها قائد وعليها قائم جاء الملك العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله إلى هذه الأرض طبعا هي بلد أجداده وبلد آبائه وكانت من لا شك أنه الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية أراد الحقيقة أن يعيد الأمن إلى ربوع هذه البلاد بدل الحقيقة جهود عظيمة كبيرة جدا من أجل أن يعيد الأمن ويعيد الرخاء ويعيد الطمأنينة ويعيد الخير لهذه البلاد فعلا وفقه الله عز وجل واستطاع خلال السنوات التي قضاها مع مجموعة من الرجال المخلصين من أبناء هذا الوطن من شماله وجنوبه وشرقه وغربه الذين وقفوا مع المؤسس وقفوا معه مؤمنين بأن لسالة الإصلاح التي يحملها الملك عبد العزيز ينبغي أن تدعم بكل ما يملكون استطاع ولله الحمد خلال السنوات أن يبدل الخوف الذي كان هنا إلى أمن الجوع إلى رخاء ورغد عيش استطاعت هذه البلاد أن ولله الحمد تهدأ كل هذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا الجود الواقع نحن في هذه المناسبة ليست مناسبة فقط يعني مجرب أفراح وترفيف فقط لا نحن ينبغي أن نتذكر كيف كانت هذه البلاد وكيف أصبحت مع جهود الملك العظيم المؤسس الموحد المصلح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هذه قضية مهمة